اعلنت السعودية الجمعة هدنة انسانية من خمسة ايام تبدأ يوم الثلاثاء المقبل في اليمن بعد ساعات على استهدافها معقل الحوثيين في صعدة في شمال البلاد ردنا على قصف استهدف مناطق حدودية في المملكة وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الامريكي جون كيري كان عادل الجبير وزير الخارجية السعودي قد تحدث عن هدنة انسانية مؤقتة لفتح المجال امام وصول المساعدات الضرورية الى الشعب اليمني الذي يعاني من نقص في الوقود والغذاء قررنا ان تبدأ الهدنة الانسانية هذا الثلاثاء الثاني عشر من ايار مايو عند الساعة الحادي عشر مساء وستستمر خمسة ايام ومن الممكن تمديدها في حال نجاحها وافاد شهود ان مقاتلات التحالف العسكري بقيادة السعودية شنت السبت غارات على مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة المتمردين الحوثيين واوضح الشهود ان المدرجة استهدف بصاروخين وذلك غداة اعلان هيئة الملاحة الجوية عزمها اعادة فتح المطار مؤقتا من اجل طلق المساعدات الانسانية بعد تعرضه لاضرار بسبب الغارات